السلام عليكم ورحمة الله اليوم سنتكلم إخواني عن عيب من عيوب وخطأ من أخطاء التفكير أو من مسببات يعني الأشياء التي تجعل الإنسان يقع بالأخطاء بالتفكير وهو الانحياز ووهم الحياد يعني لا نستطيع أصلا أن نكون محايدين سنتكلم عن ثلاثة نقاط أولا ما هو التحيز نعرف ما هو التحيز ثم سنتكلم عن نوعي التحيز النوع المذموم والنوع المقبول ثم نتكلم عن أسباب التحيز ربما أسباب التحيز نفردها في حلقة خاصة إن طال علينا الوقت حتى لا نطيل عليكم التحيز إخواني باللغة العربية تحيز إليهم يعني انضم ووافقهم في الرأي هذا معنى تحيز باللغة العربية ماذا نقصد بالتحيز التحيز هو حكم مسبق في موضوع أو قضية خاصة أو عامة بناء على أفكار مسبقة فأنا متحيز ضد أو مع مسبقا مسبقا بغض النظر ماذا ستقول مع من الحق أنا متحيز أصلا مسبقا إخواني الانحياز يؤدي بالإنسان إلى قبول أو رفض ادعاء ما ليس بسبب قوة الادعاء أو الفكرة أو السلوك ومؤيدات هذا السلوك أو الفكرة والبراهين والحجج التي تؤيده لا لأن هذا الادعاء لا يتلاءم مع أفكاري ومعتقداتي المسبقة وبهذا المعنى الذي ذكرته الآن التحيز يتقاطع جدا مع التعصب والتزمت والعنصرية طيب هل كل أنواع التحيزات خاطئة أو سلبية ومن العيوب سأبدأ بسؤال صعب الدين يجعلنا ننطلق من مسلمات وعقائد فهل هذا تحيز وهل هو من عيوب التفكير إخواني الحقيقة كل البشر بحاجة لعقائد ومسلمات ورؤى ينطلقون منها في الحياة وكيف يرون هذه الحياة هذا ليس انحيازا مذموما فكل الناس ينطلقون من رؤية كلية لهذا الكون من أين أتى هذا الكون لماذا نحن هنا إلى أين نحن ذاهبون كل الناس يفكرون هذه الأسئلة الوجودية التي شرحناها في حلقة سابقة لكن المهم هنا قلت هذه الرؤية الكونية لا مشكلة فيها المهم الابتعاد طبعا عن الخرافات والدجال هكذا نستطيع التمييز بين الانحياز للكليات والقطعيات وهذا لا ضير فيه يعني أنا أنحاز نحو الحق أنحاز نحو الصدق أنحاز نحو حقوق الإنسان أنحاز نحو الإنسانية القيام عن الأخلاق هذا انحياز لا مشكلة فيه لكن المشكلة انحياز للظنيات ووجهات النظر وتضييق الخناق على الرأي المخالف فهذا انحياز مذموم مبني على أهواء وتعصبات لأن هذا الأمر الظني فيه أكثر من فكرة وأكثر من نجة نظر عندما ننتبه لهذا الموضوع إخواني هذا التمييز بين القطعيات والظنيات بين الثوابت والمتغيرات يجعلنا نتسامح مع المخالفين ويجعلنا نتفهم من يخالفنا أكثر ونعذرهم إذن الانحياز نوعان محمود وجيد ومذموم وسيء المحمود هو الانحياز للحق الحياز للمظلوم الانحياز لحقوق الإنسان طبعا الانحياز لهذه الأشياء واجبة والإنسان عليه أن يتحمس لذلك لا ضير في ذلك لكن بنفس الوقت المنصف هو الذي يتبع العدل عنده استعداد نفسي لفحص أي شيء توصل إليه وأي شيء يتوصل إليه نتيجة لبحثه المتجرد يتبعه وعنده القدرة على التراجع لكل ما يظهر له من حق مخالف لرأيه مستعدا يتراجع عن أرائه السابقة ويعتنق رأيا جديدا يظهر له أنه هو الراجح وهو الصواب فهو مستعد للخضوع للحق متى لاح له هذا الحق ويخضع للمنظومة القيامية والأخلاقية ولا يستكبر عن قبولها ولا يستخف بحجج الخصم وخصوصا في المسائل الخلافية فرأيه مجرد اجتهاد قد يكون خاطئا فليس رأيه هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وكان أسلافنا ينتبهون لهذا الأمر قال الإمام وكيع رحمه الله تعالى أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء المتعصبون لا يكتبون إلا ما لهم إذن إخواني التجرد عن التحيزات المسبقة صعب لا يطيقه كل الناس لذلك أكد عليه القرآن الكريم أكد على العدل على الإنصاف على عدم الابتعاد عن الإنصاف بسبب الانتماء أو القرابة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد يعني بالعدل شوفهم كلمة قوام تقوم قياما بهذا العدل فليس الموضوع هكذا وأنت مسترخلاه تقوم بقول الحق واعتناق الحق ونصرة الحق ونصرة العدل قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إخواني المتعصب يتعامل مع الحجج والأدلة مثل ما يتعامل المحامي فهو يعتنق الرأي ويعتنق القضية ويبدأ بالدفاع عنها ويجمع لها الأدلة والحجج وما يدافع به عن القضية التي يتبنها بينما القاضي القاضي ينطلق بتجرد عن القضية ويجمع الأدلة ويسمع للخصم ويسمع للمجرم ويسمع للجميع أو المتهم ليس مجرما قبل قضاء القاضي يسمع لكل الأطراف ويجمع الأدلة حتى يترجح عنده الرأي هذا الفرق بين المتحيز وبين المنصف المتحيز مثل المحامي الذي يدافع عن الحق والباطل مجرد أن يتبنى قضية يدافع عنها حتى لو كان مجرما بينما القاضية يتحرى الصدق يتحرى العدل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سأرجع الكلام عن أسباب التحيز إلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته